في أوروبا السباق على تأمين الغاز من أجل فصول الشتاء المستقبلية يشتد ومساعي إبرام صفقات الغاز الطبيعي المسال مع الشركات الأمريكية متواصلة فمع تزايد المخاوف بشأن أمن الطاقة يسعى الكثير من الأوروبي للحصول على الغاز لمدة 5 إلى 10 سنوات وفق صحيفة Wall Street Journal التي أشارت لوجود مخاوف كبيرة لدى بعض مسؤولي الشركات والحكومات الأوروبية الذين يترددون في توقيع عقود توريد طويلة الأجر والاكتفاء بوضع أهداف طموحة من أجل استهلاك الوقود الأحفوري بشكل كبير وفق مراقبين فمخزون الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئ بنسبة 95% وهو ما سيجنب القارة كارثة طاقة كانت وشيكة مع اقتراب فصل الشتاء لكن من المتوقع أن يصبح شراء الغاز لفصول الشتاء القادمة أكثر صعوبة بالنسبة للدول الأوروبية بعد أن تخلت معظمها عن الإمدادات الروسية والتزايد المنافسة العالمية على الغاز الطبيعي المسال فالكثير من الشركات الألمانية تحديدا التي تعتبر وتعتبر محرك التصنيع الأوروبي بادت قلقة بشأن امتلاك طاقة كافية للجزء الأخير من هذا العقد حيث قامت بإجراء محادثات مع مصدري الغاز الطبيعي المسال الأمريكيين حول صفقات إمدادات الغاز المحتملة التي يمكن أن تبدأ بعد منتصف العقد كما اقترح مسؤول الاتحاد الأوروبي تشكيل مجموعة من الشركات الأوروبية لتنسيق محادثات صفقة الغاز والشراء المشترك للوقود في المرحلات المقبلة وأشرت الحكومة البريطانية إلى أنها تعمل مع الموردين المحليين والدوليين لاستكشاف العقود التي يمكن أن تزيد من أمن إمدادات الطاقة غير أن المشاكل الرئيسية مشاهدين التي يمكن أن تعرق لمسار نجاح هذه الصفقات هي سياسة التسعير والأهداف المناخية إذ يقول بعض المراقبين أنها قد تعرق للأهداف المناخية الهادفة إلى خفض انبعاثات غازات الاهدباس الحراري اشتركوا في القناة